السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المتجدد بعد العطلة الصيفية سعداء بأن نلتقي ذوما على رحاب الإيمان ويسعدني أن أخصص حلقة هذا اليوم للاستفتاح نتحدث عن مفهوم السعادة ونتحدث عن الطرق للوصول إليها لأن الهم الأكبر الذي يغلب على أفكار ونفوس كل الناس هو تحصيل السعادة ننطلق من الآية القرآنية التي يقول فيها رب العزة في كتابه العزيز فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه الآيات من سورة طهة تتحدث عن حقيقة السعادة فما مفهوم السعادة وهل تتحقق بإرضاء غرائزنا وتحقيق رغباتنا أي نعم أيها الأحباب الكرام السعادة هي أهم ما في هذه الحياة إنه الحلم الذي يراود الإنسان منذ قديم الأزل من يتأمل الحياة يجد فيها الكثير من لحظات السعادة وأيضا فيها الكثير من لحظات الحزن والأسى فالمتأمل في الصعوبات اليومية والضغوطات النفسية والأمراض والبطالة والفقر والحروب كل هذه عذابات كثيرة أشر إليها بعض علماء الإسلام قديما كالإمام بن القيم في كتابه إغاثة اللهفان ذكر الكثير من هذه الصعوبات والأحزان في الحياة من بينها تشتيت الشمل وتفريق القلب وأن الإنسان يكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه ويفكر تفكير سلبي كل هذه الأشياء للأسف قد تحول حياتنا إلى عذاب بل وإلى جحيم لا يطاق لهذا نبحث عن السعادة الجميع يبحث عنها ومنذ القدم منذ الأزل اختلف العلماء والفلاسفة والمفكرون واختلفت المذاهب والأعراق ولكن الكل كل البشر تجدهم يتفقون جميعا في نهاية الأمر على غرض واحد وهو طلب السعادة مهما كان دينه مهما كانت مرجعيته الفكرية مهما كان عرقه الكل يبحث عن حياة رغيدة وسهلة لهذا إذا أردنا أن نبحث عن المفاهيم المرتبطة بالسعادة نجدها مختلطة منهم من يرغب في السعادة ومنهم من يرغب فقط في الرضا ومنهم من يقول هي في تخفيف الألام ومنهم من يقول لا هي في تحقيق الرفاهية ومنهم من يقول مجرد البحث عن حياة كريمة مستقرة والبعض الآخر يراها في السعي وراء الرزق ومكملات الحياة كثيرة هي المفاهيم منذ الأزل فإذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نقوم باستطلاع تاريخي مختصر للتفكير البشري لتعريف السعادة نجد التفكير القديم عند فلسفة اليونان ما يسمى بالرواقيين يقولوا السعادة هي التعاطف الكوني والتصالح مع أقدارنا والرضا بما نحن عليه هكذا انتهت الفلسفة اليونانية القديمة مذهب الرواقيين نكون متصالح مع القدر وراضي بما أنا عليه وأتعاطف مع الكون من حولي ليوصل هذا المستوى رهو سعيد لكن فيما بعد غلقوا تطور كبير غلقوا الفكر الإنساني غلقوا مثلا الناس اللي هميا في المسيحيين توصلوا إلى أن السعادة البشرية الثامة تكمن في رؤية الجوهر الإلهي الله تعالى يكون غايتنا ورغبتنا وبالتالي سوف نصل إلى السعادة كيف ذلك أنك تصل إلى الله تحبه بلا حدود وتمجده بلا كلل هكذا قال الفكر المسيحي والفكر الديني القديم لكن البشر حينما صار يتطور وجاءت الثورة العلمية والثورة الاقتصادية بدأنا نرى تغيير في مفهوم السعادة فمثلا الفيلسوف نتشه قال هي محبة القدر يعني أنت تحب القدر قدرك رضي عنه فأنت سعيد لكن الفيلسوف كونت رأها في أداء الواجب الأخلاقي لما تؤدي الواجب الأخلاقي داخل المجتمع وداخل المنظومة الإنسانية التي تنتمي إليها فأنت سعيد ثم بدأ الفكر البشري يتطور فلما جاء التصور الليبرالي الرأسمالي للسعادة قالوا هي إشباع الإشباع لما أصلوا للإشباع فذلك هي السعادة لكن الإشباع لا يلبي غير حاجات فرضية ضيقة قد تحول الإنسان إلى وسيلة في ألة الاستهلاك الكبرى لهذا التصور الليبرالي حصر السعادة في تحقيق الإشباع في الأمتعة في صرف الأموال في الشراء في اقتناء الأشياء الجميلة وهكذا وآخرون قالوا السعادة هي في اللد اللد تبحث عن المتعة قد يحصل اللد في الجنس أو تكون في الشراب المحرم أو في اللقاءات الحميمية أو في غير ذلك السعادة هي اللد باعتبارها غيابا واعيا عن الألم والإزعاج إذا رأينا مثلا الفكر الماركسي الفكر الماركسي والشراكي والشيوعي يقول لك السعادة قائمة قائمة في جوهرها على عدم الرضا عدم الرضا وعدم القناعة بنظام العالم كما هو يعني الناس اللي هم في الفكر الماركسي والشيوعي يتلقى هم دائما قلقين معمره ما يرتاح دائما يقول لك السعادة في أنني أكون غير راضي ودائما أنتقد أستيقظ الصباح لك أنتقد وعدم القناعة مهما كان الحال ولا يرضى بنظام العالم سعادته في هذا الأمر في الفكر الإسلامي كالقوع علماء جلاء طرحوا تصورات للسعادة مثلا الفيلسوف الفرابي قال لك السعادة هي أعظم الخيرات وذلك ضمن تصور للمدينة الفاضلة التي تحتاج إلى الفضائل النظرية والأخلاقية الفرابي كان يبحث على المدينة الفاضلة كما بحث عنها من قبل أفلطون في الفكر اليوناني الإمام الغزالي اللي هو من كبار علماء الأمة الإسلامية في القرن الخامس هو عنده تجربة روحية كبيرة فيها القلق وفيها الخلوة وفيها التفكر وتدبر وفيها تهافت الفلاسفة وغيرها القصة عادة قال لك هي اللدة فعند ابن آدم وهد اللدة إنما تكمن في معرفة الله بعد أن صال وجال وجرب الحياة قال لك السعادة واللدة الحقيقية عند ابن آدم هي معرفة الله سمها المعرفة أنك تتعرف إلى جلال الله وهكذا الناس كل له وجهة نظر الناس جميعا يبحثون عن السعادة وقد يجدونها وقد لا يجدونها المهم أنهم يسعون لاستكشاف أفضل طرق الحياة وأحسن طرق الحصول على السعادة هي باختصار السعادة عرفها العلماء بوجه عام هي الشعور بالمتعة والإنبساط بشكل يطمئن معها القلب وتنشرح لها الصدور ويرتاح له البال وتشعر بالرضا هذه باختصار السعادة جمعها في هذه الكلمات كتشعر بالمتعة والإنبساط بشكل أن قلبك مطمئن وصدرك منشريح وبالك مرتاح وأنت راضٍ عمن حولك لكن الحقيقة أن السعادة صعب جداً أننا نصل إليها السعادة في الدنيا هي نسبية جداً جداً لكن هو الرغضة أما السعادة الحائقية فهي عند الرحمن يكفيكم أنتم أيها الأحبة الكرام أن تتدبروا كلك يظن أن السعادة في كثرة المال فيسعى إلى تحصيله وربما قد يسلك جميع السبل والطرق الحلال والحرام والمشبوهة المهم جمع المال ولكن هل جمع المال أن يجلب السعادة؟ القرآن الكريم دستورنا الغالي يعلمنا بأن هناك أناس جمعوا أموال كثيرة لكنهم كانوا أصحاب شقاء المال لم ينجيه من الشقاء لأنهم لم يعرفوا حقيقته ولم يصرفوه في وجهه صحيح كما قال ربنا عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كم من الناس جمعوا أموال طائلة لكنهم لم يتقوا الله في جمعها ولا في إنفاقها فصار المال عذابا كما قال تعالى أنه يوم القيام سيأتي ويصرخ ويقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية البعض الآخر قد يظن بأن السعادة هي في الجاه والسلطان والمناصب وأن يكون له ولايات تكون عنده يكون أمير أو يكون سفير أو يكون مستشار أو يكون برلماني أو يكون مسؤول كبير أبدا هذا فاهم خاطئ لأن الكثير من الناس من أهل الجاه والسلطان والمناصب إذا كانوا بعيدين عن أمر الله فهم في شقاء وفي تعاسة وفي هم ونكد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي جليل رفيع المقام أبو ذر الغفاري فقال يا رسول الله ألا تستعملني طلب منه أن يجعله عامل على إقليم من الأقاليم ألا تستعملني يا رسول الله فضرب النبي الكريم بيده على منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندمة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه ليس دائما أصحاب السلطان والمناصب والجاه في سعادة ربما قد يكون الكثير منهم في معاناة شديدة إذا لم يؤد حقها وقديما كان الخليفة الراشد هشام بن عبد الملك عمر طويلا فلما سألوه قالوا كم أيام سعادتك قال عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوما مع أنه حكم لسنين طويلة لكنه لم يشعر بالراحة كان دائما في صراع مع الخصوم ومع النقاد وفي تعب وفي قلق ودائما لا يكاد ينعم بنوم عميق فقط 13 يوما من السعادة طيلة سنوات من العمل الجد البعض الأخر قد يظن بأن السعادة في الشهرة ويقول لابد أن أكون مشهورا والناس ينظرون إلي بنظرة الاحترام والتقدير ويلتقون بي في الشوارع ويطلبون مني أخذ صورة معهم الشهرة هذه مشكلتنا في عصرنا هذا ولكن يبدو بأن الكثير من المشهورين والمشهورات على وجه الخصوص كانوا يعيشون في شقاء وتعاسى هذه الشهرة لم تجلب لهم السعادة الإحصائية تقول بأن الكثير من الفنانات والممثلات الشهيرات كنا يعيشنا في نكد ويعيشنا في تعب بل منهن ما قد انتحرت والكثير منهن قدموا وصايا تقول إحداهن إحذري أيتها المرأة إحذري من أن تخذعي بالأضواء إنني أتعس مرأة على الأرض لأنني لا بستطع أن أكون أما ولا زوجة صالحة فقالت السعادة الحائقية للمرأة في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة وهكذا كل يبحث عن السعادة إما في المال إما في الجاه إما في الشهرة ولكن الصلحاء والخبراء بعد أن بحثوا ونقبوا وجدوا بأن السعادة الحقيقية إنما تكمن في القرب من الله كلما اقترب العبد من الله بالطاعة والعبادة صار عنده الحب وصارت عنده السعادة خصوصا إذا أحب الله العبد هيئة له أسباب السعادة والأنس كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ربنا ماذا قال في الآية التي ذكرناها قال فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه الآية قال عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما معنى فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من أعرض عن ذكري أي خلف أمري وما أنزلته على رسلي فإن له معيشة ضنكة في الدنيا لا طمأنين ولا انشراح بل صدره ضيق وحرج وإن لبس مشى وأكل مشى وسكن حيث شاء فالسعادة إنما تكمن في القرب من الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى كلما كان العبد متمسكا بحبل الله المثين كلما كان مرتبطا بربه هنا تأتيه السعادة هنا يأتيه الرضا هنا تأتيه الطمأنينة هنا يأتيه الإنشراح هنا يشعر بالرضا ويشعر بالانسجام مع من حوله راض على نفسه راض على محيطه راض على مجتمعه راض على الكون من حوله وإن شاء الله تعالى أيها الأحبة الكرام سوف نتحدث في حلقاتنا المقبلة عن الأسباب التي تجعلك سعيدا ما هي الخطوات العملية التي تجعلك سعيدا وتقترب إلى الله تعالى كل يوم خطوات إلى الأمام هذا هي المواضيع التي سوف نشرع فيها بإذن الله تعالى بعد هذه العطلة الصيفية وقد بدأنا عهدا جديدا نسأل الله تعالى أن يكون فيه فتح فتح للخير وفيه كرمات وفتحات وفيه بركات فضلا من الله وإكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعده أيها الأحباب الكرام تقبل الله منا ومنكم جميعا الصلاة وجعلنا وإياكم من عباده المخلصين ويسعدنا أحبتنا الكرام في هذه اللحظات أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60-61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 موضوعنا هو البحث عن السعادة التي هي هم الأكبر للكثير من الناس وأشرنا إلى أنها هذه السعادة يبحث عنها الفلاسفة ويبحث عنها المفكرون ويبحث عنها عامة الناس منهم من يظنها بأنها هي اللذة والمتعة ومنهم من يسعى لإرضاء الغرائز وتحقيق الرغبات ومنهم من يظنها في جمع المال وتكديس الثروات ومنهم من يظنها أنها في تبوء مناصب السلطة ومنهم من يراها في الشهرة فالناس مقامات كل يراها حسب فكره وحسب تصوره ونريد أن نخلص أيها الأحب الكرام بأن السعادة هي في القرب من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا السعادة في الدنيا بل وعدنا بالحياة الطيبة من عمل صالحاً ومن سعى في الخير وعده الله تعالى أن يعطيه الحياة الطيبة المستقرة كما قال جل علاه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذه الحياة الطيبة إنما تتحقق بالعبادة وبالقرب من الله وأيضاً بالإحسان إلى الخلق في القول والعمل وأنواع المعروف كلما تحسن إلى الخلق إما بالإصلاح فقد قيل بأن من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه الله ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن جاد على العباد جاد الله عليه ومن نفع العباد نفعه الله ومن ستر عن العباد ستره الله فكل ما يعمله الإنسان بعباد الله ربنا يجازه خير الجزاء حتى قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيمة ودكر العلماء أيضا أن السعادة تكون بأن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه تنظر إلى من أعلى منك في الرزق وفي المقام وفي الصحة وفي السكان وفي السيارة وفي متع الدنيا كل ما نظرت إلى الناس هم أعلى منك قد تتعب انظر إلى من هم أسفل منك وقد قال النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدروا أن لا تزدروا نعمة الله عليكم فكلما أطل الإنسان في النظر إلى من هو أعلى منه في المقام وفي التروى وفي المكان قد يكتر قلقه وهمه وغمه وأما إذا نظر إلى من هو أسفل منه قد تطمئن نفسه وترتاحه ويزدد سروره واغتباطه بنعم الله تعالى أيضا أيها الأحبة الكرام السعادة أيضا تأتي في السعي في إيزالة الأسباب الجالبة للهموم فهناك أسباب جالبة للسرور ينبغي للإنسان أن يحصلها ويجتهد في تحصيلها وهناك أسباب جالبة للهموم ذلك بأن ننساها ننسى الماضي ننسى المكاره وننسى المصائب لا يمكن ردها هذا من قدر الله ثم نحصل السعادة بأن نقوي القلب ولا نلتفت للأوهام والخيالات التي قد تجنبها الأفكار سيئة كثير من الناس هم تعساء لأن عندهم أمراض نفسية عندهم وساوس شيطانية يستسلمون للخيالات ويستسلمون للمؤثرات والانفعالات وبالتالي يصيبهم الخوف والأمراض النفسية ويقعون في الهموم والغموم وقد يصابون بالانهيار العصبي والسبب أنتم أنفسكم لأنكم استسلمتم للأوهام والخيالات التي تجنبها الأفكار السيئة إنسان عليه دائما أن يفكر تفكير إيجابي وتفكير دائما فيه بشارة البشائر ثم هذا الأمر إنما يتأتى بأن لا نعظم هذه الدنيا لا ينبغي أن تعظم الدنيا لأن من عظمها كثيرا فإنها قد تسيطر عليه قال بعض السلث من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب فمحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث إما هم لازم وإما تعب دائم وإما حسرة لا تنقضي الإنسان لك أن تحب الدنيا وعنده طمع كبير وطموحات فوق العذا هذا قد يتعب فقد جاء في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات إنسان يحب دائما لو كان عنده وادي من ذهب لابتغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إله مثلات ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب أيضا أي الأحباب الكرام من أسباب السعادة أن الإنسان يشتغل بالعلوم النافعة العلوم النافعة ونحن على أبواب الدخول المدرسي والدخول الجامعي كلما إن شغل الإنسان بالعلوم النافعة وأيضا بالأعمال الصالحة التي تأنس بها النفس وتشتاق فإن هذا يلهي القلب عن الاشتغال بالأمور التي تجلب له القلق وتوتر الأعصاب وقد ينسى المشاكل إذا ملأ وقته بعلم النافع أو عمل صالح لأن هذا يزيل عنه الهم والغم فتفرح نفسه ويزداد نشاطه كذلك أيها الأحب الكرام أن الإنسان يحرص على أن يجمع الفكر ويهتم فقط بعمل الحاضر إنسى عليك الماضي الماضي ذهب ولن يعود أبدا وإياك والخوف من المستقبل لأن المستقبل غيب مؤمل مشكلة الكثير من الناس إما يحزنون على الماضي أو يخافون من المستقبل وهذا تفكير غير سليم لابد أن نوطن أنفسنا على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر الإنسان إذا فكر هكذا يصلح يومه ووقته الحاضر ويجد ويشتهد ولهذا قال النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدل الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا باختصار أيها الأحبة الكرام أهم الأمور المتعلقة بالسعادة ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الفرحة والسرور والبهجة والحبور وأن يصرف عنا الهمومة والمخاوفة والأوهام اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة